ومعنا أم إبراهيم من القاهرة السلام عليكم يا صدرات الشيئة وعليكم السلام عليكم كاته بقول لحضرتك بس عندي كم سؤال هقولهم لحضرتك يلا توكننا على الله عليك بقول لحضرتك في التشاهد احنا بنقول تحيات الله والطلاوات والطيبات وبنسلم على نفسنا كل تشاهد عايزة افهم يعني ايه وإحنا بنسلم بنقول بعد كده السلام عليكم مين اللي بنسلم عليه معلمين يا أول سؤال معلش عسل بيقطاع علي الخاصة هقول لحضرتك الأسئلة محدش يقدر لا والله بيقطاع حاض محدش يقدر هقول لحضرتك السؤال التالي إني في سورة طاها إني خشيته أن تقول أفرقت بين بني إسرائيل طيب يعني ايه الخشية وإنه هو الخوفه وإنه هو يفرق بين بني إسرائيل وإيه اللي احنا نستفيده في حياتنا منها زيها برضو حاض في سورة يوسف وفي سورة غافض لما شاهد شاهدوا من أهلها الأول الشاهد شاهد ضد سيدنا يوسف طيب معين هو سيك القميس قدامه هو مين قال إن الشاهد شاهد ضد سيدنا يوسف من الأول قال إن كان كاذبا لا خارس إن كان قميس وكدة من قبل طيب عشان ما أعطيها كيش بعد كده إيه داني بعد الخشية وإنه هو سورة غافض برضو مؤمن قال إن كان كاذبا فعليه كاذبو فهي دي برضو في نفس الماضي قال لك ده هو دي إيه اللي احنا نستفيده مثلا في حياتنا إن هي اللي ما بيقى حضرتك عجوب على حضرتك في بقى سؤال أقصد معلشي وهو مش أكد سؤال بقى بقى حضرتك تاني فيه سورة طه آآ الرقم معلش السورة حضرتك السورت بيقطع معلش السورت بيقطع يا فندم كملي كملي إنما سورة طه آآ めحل اللي قعنت المجول الحي القيوم آآ آآ يا دي رقم مية وحداشر تلت وحيد هل ليها معنى حاضر أجاوب على حضرتك السؤال الأولاني بتقوله إحنا بنسلم على مين في عدد من الأقوال إن إحنا بنسلم على مين قول الأول إن إحنا بنسلم على المسلمين اليميني وشمالي لأن إحنا ممكن نكون دخلنا وما سلمناش عليهم قول الثاني إن إحنا بنسلم على الملائكة الملائكة التي حضر معنا الصلاة على اليمين وعلى اليسار وقول الثالث مش مشهور أول لكن قول الثالث إن إحنا بنسلم على مولانا سبحانه وتعالى الذي كنا نصلي بينها ده طب ليه بنصلي على المين والشمال عشان نقول أننا بنصلي حتى ينتقل النور إلى أيماننا وشمائلنا فيحطنا النور من كل مكان بما أننا سلمنا على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وكمان بنسلم على هذا يبقى القول الراجح والمشهور أننا بنسلم على الملائك وكمان لبأس كمان القول الثانية وهو قول أننا بنسلم على من كان على يميني ومن كان على يساري المسائلة الخشية خشية دي بناخد منها مبدأ مهمة قوي أن سيدنا هارون قال خشيته أن تقول فرقت بين بني إسرائيل إيه هي القاعدة اللي احنا بناخدها أن الأمن قبل الإيمان ليه لو حدقل أن بني إسرائيل حصل بينهم حربة أهلية قتال ناس مع السامري وناس تد السامري دولا بيقول على دولا كفار ودولا بيقول على دولا كفار احنا شايفين النموسى جاوه عندنا المكفراتية المكفراتية اللي احنا بي اللي طول كل شوية يجعه قلبنا المكفراتية اللي فشوف سيدنا هارون ماذا فعل قال أكيد سيدنا موسى هيكون عنده حل فإيه اللي حاصل أنا أحافظ أن الناس دي ما تحتربش فمنع الاحتراب منع الاقتتال ليه لأن الأمن قبل الإيمان هما دلوقتي فيهم حد ترك التوحيد فإيه اللي حاصل فهو لو ذهب ليواجهه ذهب الأمن فقال الأول أن نستقر ويستقر الأمن ما حد شوفهم كده أن احنا بنرضى بعدم الإيمان غلط 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 نحن نرى أن قاعدة الإيمان تبنى على قاعدة الأمن يبقى الأول خالص يبقى فيه أمن مجتمع عشان يبقى فيه إيمان لأن لو أن الناس احتربت الدين دايما نقول كده للناس أن الدين بيئه اللي بيحصل بيذهب تحت سنابك الخير تحت المدرعات تحت النار لكن الأول خالص نأمن ونستقر حتى يستطيع الناس أن يسمعوا كلام الله يسمعوا كلام الله لما الأول خالص إيه لما الشخص يسكن ويبلغه مأمنة فيحصل له أمان وبعدين يحصل له الإيمان مسألة بقى إيه كان عندنا بعد كده شاهد شاهدهم من أهلها اللي الراجل كان بيقول قاعدة إيه اللي حاصل لو كان قميصه قد من قبل فهو كاذب ولو قد من دبر فهو صادق فحط قاعدة فالقاعدة بيقول له فكانت تعقيم الآية إنه هو قميصه وقود ده من إيه من دبر فإيه اللي حاصل ده بيهرب وحد بيحاول يمسكه فكان ده في مصلحة سيدنا يوسف مش ده عليه السلام مش ضد سيدنا يوسف وهو الكلام ده الكلام ده مسألة إيه شوف لما الواحد يكون صادق ويقول إيه وإن أو إياكم لا على هدى أو في ضلال المبين إيه اللي حاصل شوف الثقة فإيه اللي حاصل فإياكم كاذبا فعليه كاذب فإيه اللي حاصل فهو مش كاذب فلزيك إيه اللي حاصل ده شكل من أشكال الثقة وليس شكرا من أشكال الإيه وليس من أشكال عدم الثقة وعنت الوجوه للحقيق القيوم ده مسألة مسألة الاستسلام يوم القيامة كل خاضع لمولاه لا يستطيع أحد أن يتحرك كل لا تسمع صوتا ولا أحد يتكلم إلا من أذن الله الرحمن وكل وجوههم تنظر إلى حيث يسوقهم مولاهم سبحانه وتعالى وكل الأجوه منكسرة ذليل لمولانا سبحانه وتعالى فتظهر الحقيق أن الوجوه كلها خاضعة للمولى سبحانه وتعالى